بس دمكم يصرخ الى الله والله طويل الاناء ولكن عندما يغضب صع 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 احنا اتكلمنا قلنا رسالة المين لنا وارسالة المين لللي سبقونا المهم بقى الرسالة لللي بيقتلونا نقول بقى اللي بيقتلونا ايه مش عارف اول حاجة بنشكركم جدا 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 ومش هتصدقونا لو قلنا بنشكركم عارفين بنشكركم ليه هقول لكم بنشكركم ليه ما انتم مش هتفهمونا بس ارجوكم صدقوني لانكم انتو ادتونا ان احنا نموت الموتى اللي متها المسيح وده اكبر ظهر لأي حد فينا المسيحة الصلاة دا ايمان ومات والدبح ودا ايمان انتو ادتونا وادتوهم ان هم يموتوا بنشكركم لانه اصدرتوا علينا السكة الواحد لما بيكون مستني مدينة معينة يروحها بيبص في الساعة كل شوية وهو في الطيار ام ترجع بلدي ام ترجع بلدي يا لسه فضل كذا ياه اصدرتوا السكة بنشكركم عشان تؤثرتوا السكة بنشكركم لانه كنتوا سمحتولنا ان احنا نتمم وصية المسيح لما قال سأرسلكم كحملان بين زئاب فكنا حملان سلحنا الوحيد الايمان وكنست اللي انا بصلي فيها ما عندي السلح بشيله في ايدي متشكرين قوي انكوا خلتونا نطبق واسية المسيح لما قال سأرسلكم كحملان بين زئاب بنشكركم لانكوا انتو كملت شغلنا انتو بتساعدونا من جب ما تحسوا انتو مش فاهمين صدقوا لي لازم نشكركم وهقولكم ليه علشان في ناس افتقدناها مرة واثنين وثلاثة واربعة ومجوش عارفين اللي انتو بتعملو ده بيجيب الناس اللي ما بتجيش صدقوني بيجيب الناس اللي ما بتجيش ناس كانت عايشة في عمق الخطيئة بعد حدثة البطرسية جات قالت لأ بقى محبش ضامن وبصراحة الواحدة يجيب عنده شوية احساس كده انتو بتساعدونا الافتقاد اللي بنعملو في البيوت ده انتو بتعملو اضعافو بتبلو كنيسنا بتبلو كنيسنا اقولكم حاجة بني اتكلم صراحة عادة يا جماعة بصرة ليلة اللي اثنين بتبقى اقل عدد ليه علشان قداث الظهر بنخر بنخلص اثنين ونص ثلاثة اللي اثنين فالناس بتبقى مجهدة قوي فعادة بصرة ليلة اللي اثنين بيبقى العدد فيها قليل انا وانا جاي الناس قاعدة بكراسي برا والناس قاعدة بثاني دور والكنيسة مليانة ما فيهاش خرم متشابكرين هاوي بنشكركم انه كنتو بتملو كناسنا لان لما انتو بتعملو كده بتستفزوا الاحساس الروح اللي جوه الانسان اللي كان كاسلان فبتقوم محبة ربنا تلهلبه فيجي الكنيسة عرفتوا ليه بنشكركم احنا مبنجزبش ممنوع كهن يجزب وهو مست ميكروفون في ايده انا بقول بشكركم لانه كنتو عملتوا لينا كتير او من غير ما تحسوا تاني حاجة رسالة عاوزيني نقولها لكم ان اشنا بنحبكم ودي مش هتفهموها خالص للأسف مش هتفهموها يمكن لما نشكركم مش هتصدقونا لكن بنحبكم دي مش هتفهموها ليه مش هتفهموها لان برضو دي وصية مسيحنا يعني نفسي اكلمكم على مسيح واقول لكم قد ايه جميل اتسوفوا المسيح قال ايه قال لو انتم بتحبوا اللي بيشبوكم ما لكمش تضلي ولا اوجر عندي لان الخطى ما بتوع العصابات والحرامية بيحبوا بعض اي حد اي مجموعة بتحبوا بعض بتوع المخدرات بيحبوا بعض ويداروا على بعض مش كده لكن انا بقى عايز اقول لكم حاجة اذا احببتم اللذين يحبونكم فاي فضلكم اما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم واحنا ملناش اعداء احنا ملناش اعداء غير اللي بيعادينا لكن المسيح ما يعرفش يعادي حد لانه مطالب من الله ان يحب كل خالقه وعشان كده احنا بنحبكم لان دي وصية اله ان انا حبك مهما عملت في بحبك قوي وبحبك وبحبك وهقول لك اخر حاجة فرسلت لك احنا بنصلي لك لان اللي قال كده احب اعداءكم قال باركوا لعنيكم وصلوا للذين يسؤون اليكم فانا وصيتي من اله لكل حق بتجبرني ان انا اصلي لك في احد الابرشيات كان فيه اصقف الاسقف دوت كان فيه واحد بيطلع كل يوم في الابرشية بتاعته يمسك ميكروفون ويقول على المسيحيين اللي ما يتقلش فالخدام كانوا بيسمعهم ومتضيقين قوي من الرجل اللي بيهاجم المسيحيين ما عملنهوش حاجة ما عملنهوش حاجة هو نادر نادر كده يقول يوم جمعة يطلع ويشكن في المسيحيين وبعدين القسقف قعد مع الخدام بتوعه فبيقولهم ايه بيقولهم متضيقين من الراجل ده متضيقين من الراجل ده طالخدام قالوا طبعا متضيقين جد ايه اللي بيعملوا فينا ده طالقسقف سجد كده وشكله طجم قالوا ليك حق تزعل يا سيدنا طبعا من اللي بيقوله قال لهم انا مزعلان من اللي بيقوله انا زعلان منكم انتم خدام انتم كم واحد فيكم بيصلي له كل يوم انه لو داء محبة الله وعرف مين هو ربنا ما يقدرش يكره تاني لان الله محبة كم واحد بيصلي له انتم خدام انتم مسيحيين طب انت خادم بتعلم في فصل مدرس الاحد وكاسر وصية المسيح انك بتصلي للانسان ده طب ايه رأيكم ناخد عهد كلنا النهاردة ان احنا هنصللهم ان هما يعرفوا اله الحب ان احنا نصللهم ان يختبروا محبة ربنا لان لو عرفوا ان الله محبة واختبروا الحب ما يقدروش يعملوا اللي بيعملوا ده ابدا 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 هما مسكين وعلشان مسكين لازم نصللهم لكن لو الواحد حب ربنا مش هيعرف غير المحب احنا لازم نصللهم عشان يعرفوا يناموا مرتاحين لان الانسان اللي جواه كل ده بيعرف ينام مرتاح ازاي صوروا احنا ندبح وملك السلام يدينا سلام ان احنا نعرف ننام ويمكن اللي بيتبح طول الليل مش عارف ينام دي جات فين في الكتاب المقدس دانيال والملك دانيال يتحط بجبر تسود يسبح طول الليل ويصلل للملك والملك بيتقلب طول الليل على غمر مش عارف ينام صللهم اعتبروا امر اعتبروا تكليف اعتبروا تطبيق لوصية المسيح لازم نصللهم النهاردة كلنا ان ربنا يفتح عيونهم ويفتح قلوبهم على محبته لانه لو عرفوه ما كانواش عملوا كده مش عايز اطول عليكو اكتر من كده ربنا يدينا التعزية ويدينا ان احنا نفهم ويدينا ان احنا نفرح لان المسيح وعده صادق قال سأراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينضع فرحكم منكم انا مكسوف ان احنا نكون في اول اسبوع الالام واقول ان الكنيسة وان كانت في الام فهي فرحانة لان النهاردة مش عارف اخر عدد الو كام واربعين ولسه طبعا ننتي ناس كتير هتحصلهم من اللي في المستشفيات كل دقة ليل هتفرح بربنا والقيامة هتحترح فوق وبيسللنا ابدوروا الباكة علينا يا بختكم يا بختكم يا بختكم وعقبلنا عقبلنا عقبلنا لالهنا كل مجد كرام الان والى الابد امين اشتركوا في القناة